فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم الدينية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما وقلبا خاشعا ودعاءا مستجابا يا رب العالمين نأخذ هذا الاتصال من أبو يوسف أبو يوسف تفضل من دبي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال يا شيخ مرحب أخوي أهلا وسهلا لو سمحت أنا عندي كم سؤال تفضل يا أخي أول سؤال لو سمحت خروج الدم من جرح هل يبطل الوضوء؟ طيب ولو اتسخ الثوب اللي الواحد لابسه يكون يستوجب أن الواحد يغسله قبل الصلاة وهل يكون الثوب ناجس أو لا؟ طيب اتسخ الثوب بأي نجاسة يعني؟ لا لا بدم الجرح دم الجرح ها نعم طيب السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت فضل يا الوساوس في الصلاة كثرت؟ الوساوس الوسواس أيوة ويعني أنا أعرف واحد عنده وساوس خلته يعني فترة يترك بعض الفروض ما يصلي ايه فشو اللي يجب يعمله يعني الفروض اللي فاتته يعمل فيها ايه؟ طيب يا بو يوسف آخر سؤال معلش؟ طب ده الرسائل الدينية اللي تجي على التليفون ايه؟ كيف الواحد يتأكد ان الرسائل مثلا أو حديث أو شيء أو آية جاتله يتأكد ان فعلا ان المضمون تبعها صح ويحاول يبعثها تاني؟ وبالنسبة للرسائل اللي بيقولك أمانة فرقبتك لازم ترتلها العدد معين حكمها ايه؟ وهل يجب ان نرسلها تاني زي مهال ولا؟ طيب يا أبا يوسف أبشر ان شاء الله شكرا يا شكرا تفضلوا قيمة ولي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله في البداية بشكركم على ترجمة البرنامج فتاوى بلغة الإشارة الله يحفظك وي وياك وياك بس عندي ملاحظة بسيطة ياريت يعني تغدوها في عين الاعتبار طبعا الأشخاص الصم اللي أنا بعمل مع الأشخاص الصم فمعظم الأشخاص الصم عندهم ضعف النظار فمترجم لغة الإشارة صورة صغيرة فالما الترجمة ما بتكون واضحة لهم يعني هم بحكولي انها الصورة صغيرة فالما بتكون يعني قصدك تكبر صورة الأخ أبو عمر اللي معنا نعم أيها يريد طيب طيب هذه الملحوظة يسمعها المسؤول طيب تفضل بالنسبة للأسئلة السؤال كان بي زميل أصم كان بيصلي صلاة العصر مين كم سميلك زميل أصم أيها بصلي صلاة العصر في المسجد فيجوم بعده ناس خلفهم وصلوا الصلاة فبيسأل هل الصلاة صحيحة أو غير صحيحة لا ما فهمت السؤال أخويم تولي كيف هو زميل أصم بيصلي صلاة العصر في المسجد دخل المسجد بيصلي صلاة العصر هو بصلي فهو يجبون الناس خلفهم وصلوا وراء جماعي يعني هو الآن صلى لوحده وبعدين لحقة به جماعة لحقة به جماعة هل الصلاة صحيحة أم لا ثاني حاجة الله يرضى عليك في عند منحظة بسيطة بالنسبة للأشخاص ما بيصلوا النوافل فيريد الشيخ يعرفهم بأمية النوافل لأنهم بيصلوا الفرد وبيخرجوا على طول من الناس ها طيب يا متولي شكرا الله لك بارك الله تفضل أخي محمد من أردن عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يخليك يا رب شيخي عندي سؤال بس أول تفسر عنه تفضل يا أخي زراعة اللحية حلال ولا حرام ايش هذه زراعة اللحية 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 ايش فيها حلال ولا حرام زراعتها شون زراعتها كيف تزرع اللحية يعني انشلوا من شعري من وراء وزرعوا لي زراعة اللحية يعني أصلا أنت ما عندك لحية ايوة ما عندي لحية بس زرعوا لي ولا عندك بعض شعر في الوجه وبعدين حبيت تتكمله لا ما عندي شعر أبدا في الوجه اي اخذوا لي شعري من وراء وزرعوا لي ياما يأبوك طيب يا محمد سؤال ثاني يا محمد بس هذا السؤال يا شيخ تسمع الجواب يا محمد ان شاء تفضل عسامة السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله كيف الحال يا شيخ طيب حالك الحمد لله يا شيخ أنا أصلي بس مشكلتي أني أصلي بدون نية كيف بدون نية يعني ما في نية للصلاة تأكد تأكد يا أسامة اي نعم شلون طيب أنت الآن إذا رحت صلاة العصر الآن صلاة العصر وانت رايح للصلاة تعرف أن هذه صلاة العصر هي أعرف بس ما شخصي أني أروح أصلي باش أغصب عمري أن أصلي غصب تغصب نفسك يعني أنت ما تبغى تصلي اي ساعة جيني النفس ساعة أني أتغاضى عن الصلاة اي عندك وسواسة أسامة شيء لا ولا شيء ما أعرف شل الحكم أو شو الحل ما في شيء يا أخوي أسامة الله يرضى عليك ما في إنسان يمتلك عقله عندما يقدم على شيء يقول ما في نية يمكن قصدك أنت عدم رغبة أما النية موجودة تقريبا نفس الشيء خلاص أنا بوضح لك يعني جميع المسألة هذه أطرافها كلها أعطيك العافية يا سيخة الله يعافيك أسامة طيب نكتفي أبو يوسف بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لخروج الدم من الجرح هل ينقض الوضوء أم لا أخي الفاضل هذه من المسائل الخلافية والخلاف فيها عريض جدا هل خروج الدم ينقض الوضوء أم لا الصواب من أقوال أهل العلم أن خروج الدم لا ينقض الوضوء قد ثبت أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلون في جراحاتهم وقد عصر عبد الله بن عمر بثرة بثرة في يده فخرج منها الدم ولم ينقض ولم يتوضع وكذلك ابن أبي ليلى أدخل أصابعه في أنفه فأخرج الدم لأن من الناس من يشعر بالصداء أحيانا فيخرج الدم قال وهو في الصلاة وما وما قطع الصلاة فالمقصود يا أخي الفاضل بأن في الصح أقوال أهل العلم أن خروج الدم لا ينقض الوضوء أن خروج الدم لا ينقضه هناك قول وقول في المذاهب الأربعة ذهبوا إلى أن ينقض الصواب بأنه لا ينقض الوضوء بارك الله فيك لكن طبعا أن الإنسان يغسل هذا الدم يغسله قبل أن يصلي أبو يوسف أيضا يسأل يقول بالنسبة للثوب المتسخ بهذا الدم هل يصلي به أم لا عفوا أبو يوسف بارك الله فيك بالنسبة للدم المسفوح نجس الدم المسفوح نجس لاحظ الآن نحن نفرق بين مسألتين مسألة هل خروج الدم ينقض الوضوء قلنا الصواب لا ينقض الوضوء عندنا الآن هذا الدم الذي يقع على الثوب هل يصلى بهذا الثوب نقول لا إذا كان الدم كثيرا فاحشا بحيث خرجت كمية كبيرة وتلطخت بهذا تلطخ الثوب بهذا الدم فتغسل بارك ما تصلي وإنما تغسل الثوب عن هذا الدم أما إذا كان يسيرا مثلا نقاط قطرات يسيرة فاليسير معفو عنه كما هي القاعدة عند أهل العلم أما إذا كان لا جرح كبير والدم كثير بقع من الدم على الثوب يجب عليك أن تغسلها قبل الصلاة أبو يوسف يقول يعني أحيانا تكثر له زميل يقول بأنه تكثر عنده الوساوس في الصلاة حتى أنه مرت عليه أحيانا يترك بعض الفروض يا أخي أبو يوسف هذا شيء طبيعي هذه هي آثار الوساوس لمن اطمأن إليها واسترسل معها واستجاب لهذه الوساوس ليس فقط يترك الفروض بل قد يترك الإسلام والعياذ بالله وأقول هذا والله ليس تخويفا وإنما أقول واقع بعض الناس والعياذ بالله بلغت به الوساوس مبلغ حتى دخل في دائرة الشك والعياذ بالله ولذلك لا يجوز للمسلم أن يطمئن إلى الوساوس ولا يسترسل معها ولا يجوز أن يستحلبها ويحلبها ويستدعيها بعض الناس الوساوس تهرب عنه ويستدعي الوساوس ويطلب الوساوس موجودين من الناس ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك فيجب على المسلم أن يتق الله زميلك هذا قل له لا بد أن يعالج هذا المرض هذا المرض اسمه مرض الوسواس علاجه سهل ميسور ميسر لمن يسره الله له وهو الإخلاص النية الصلاح الطوية اتباع سنة خيري البرية عليه الصلاة والسلام اتباع هديه في الصلاة وفي الوضوء وفي الغسل وفي كل شيء كذلك على الإنسان أن يعلم بأن هذا الوسواس من عدو تقليدي له اسمه إبليس اسمه الشيطان يجب عليه أن لا يطيع الشيطان بل واجب أن يعصى الشيطان ولذلك الله جل وعلا أنزل سورة كاملة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس الذي يوسس في صدور الناس من الجنة والناس ولذلك ربنا جل يقول وقل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون فكيف الآن يستجيب الإنسان لوسوسة الشيطان الواجب أن يعصي إبليس الواجب أن يعصي الشيطان حتى يتخلص من الوسواس بمعنى الآن متوضع هو وسوس له الشيطان بأنه يمكن كذا يمكن ما جاء الماء كذا كذا يقول اخسى عدو الله ويمضي ولا يفتش الآن يصله بعد الصلاة جاءه الشيطان وقال يمكن كذا يقول اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك لن تعدو قدرك اخسى ويمضي في صلاته ولا يعيد كذلك عنده وسواس في النجاسة مثلا يتعمد أن لا يصلي على السجاد وأنا دائما أنصح إخواني وأخواتي الموسوسين والموسوسات والحمد لله يعني هناك رصيد كبير أضيف إلى يعني الناس إلى جمهور الناس تخلصوا من الوسواس والحمد لله أصبحوا يعني مثل كثير من الناس الذين ولله الحمد على خير وعلى يقين وعلى وعلى هدى مثلا يقول والله هو عنده وسواس في الأرض يصلي على الأرض لأنه إذا صلى على الأرض عاند الشيطان وأرض الرحمن وبإذن الله تخلص من هذا المرض هذا المرض يكنس هذا المرض تعصر مادته من قلب الإنسان فيخرج منه بإذن الله جل وعلا إذا استشرف لمثل هذا اليقين ومثل هذا الأمر الحق بدل عن الوساوس ولذلك بمثل هذه الطريقة وأنا أرشد دائما إلى معاندة الشيطان من مثل هذا يعني الآن شخص مثل الإمرأة تقول يمكن ثوبها نجس لا تفتش لا تفتش مدام عندها وسواس تصلي فيه تصلي فيه ولذلك كان وهذه طبعا ليس من عندي قاعدة من النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رجل يقول هل هل ترد على حوضك السباع فقال لا تجيبه عمر رضي الله عنه كان معه أحد أصحابه فقطر ماء من الميزاب فقال يا صاحب الميزاب صاحب عمر يقول يا صاحب الميزاب ما نوع مائك نجس قال لا تخبره فأنه متكله بمعنى أن الإنسان يعاند الشيطان ويبني على الأصل ويبني على اليقين فيأخ الفاضل قل له يحاول أن يعالج نفسه يحاول أن يعالج هذا الداء بالأدوية الشرعية ولله الحمد أنه ذكرت لك أنا بعضها وكذلك عليه وجوبا أن يقضي هذه الصلوات هذه الفرائضة التي فرط فيها أبو يوسف يسأل عن الرسائل الدينية التي تصل عبر التواصل أجهزة أو حسابات التواصل الاجتماعي أو شبكة التواصل الاجتماعي يقول كيف أتأكد من صحتها وإذا قال لي المرسل أمان في رقبتك إلا تنشرها هل أنشرها أولا يا أخي الفاضل بالنسبة للرسائل التي ترسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ثلاثة أقسام قسم الحق فيه ظاهر وهو آيات قرآنية أحاديث مثلا واضحة وظاهرة للناس وتدرك صحتها مثلا لإشتهارها بين الناس وأيضا لوجود تخريج مثلا ولا تثير شبهة عند الناس وقصص واقعية أيضا هذه ما فيه بأس النوع الثاني رسائل يدرك كذبها ووهاؤها وفسادها بمقدمات العقول قبل أواخرها وهذه لا شك بأن المسلم يجب أن يكون حازما وأن يرفضها رفضا قاطعا وأن يرميها إلى سلة المهملات ويرسلها إلى سلة المهملات القسم الثالث وهو المتردد فيه ما يدر الإنسان أحق أم باطل فإذا كان فيها أحاديث أنت مستغرب منها أو ما اشتهرت على الألسنة مثلا هذا يجب عليك أخي الفاضل أن تتأكد والتأكد والتبين يكون عن طريق جملة من الخطوات الخطوة الأولى سؤال أهل العلم تسأل من تثق بدينه وعلمه وأمانته عن هذا الحديث عن تفسير هذه الآية عن هذه القصة مثلا الأمر الثاني أن تبحث بنفسك إن كنت طالب علم فهناك ولله الحمد المصنفات والكتب والموسوعات التي يستطيع الإنسان الرجوع إليها لمعرفة الحق من الباطل والخطأ من الصواب والصريح من الرغوة كذلك ممكن هناك مواقع أيضا إلكترونية تخدمك لبعض المشايخ الأجلة الأكابر الأماثل وهناك أيضا مواقع هي تخدم مثلا الحديث النبوي تخدم مثلا التفسير ممكن ترجع إليها بارك الله فيك ولا يجوز لك يا أخي الفاضل أن ترسلها حتى ولو قال لك أمانة في رقبتك ولو قال لك إنشرها تؤجر هذا لا يجوز ولا يجوز إلزام الناس بمثل هذا ما يجوز الواحد يضع رسالة يقول لا تقف عندك يجب عليك وأمانة في رقبتك وفي ذمتك ولك الأجر ما يجوز الواحد يلزم الناس بأمور الأصل فيها الجواز والإباحة وأعلى درجات الاستحباب هذا إن صحت إن صحت ولذلك يا أخي الفاضل تقف هذا الموقف في قضية هذه الرسائل وتنتبه ولا يجوز لك أن تنشر المشكوك فيه وأيضا تعطي نفسك مساحة كبيرة أيام أيام تعطيها تسأل وتبحث في هذه المسألة والإنسان متى ما إن حبس الكلمة ملكها وإذا خرجت ملكته وسيسأل يوم القيامة عن هذا متولي من الشارق بارك الله فيه يقول زميلي ذهب يصلي العصر وتفاجأ بمجموعة صلوا خلفه فأصبح إماما يقول هل يجوز هذا نعم يا أخي الفاضل يجوز هذا وهذا في أصح أقوال أهل العلم لو أن شخصا دخل الصلاة بنية الانفراد هو منفرد لوحده ثم لحق به آخرون فصلى بهم جاز ذلك وهذا دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فجاء جابر وجبار من الصحابة رضي الله عنه كان يصليان الفريضة فجاء ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام واحد وقف عن يمينه واحد وقف عن يساله فأخذ النسان بهما وأرجعهما إلى الخلف بهذه الطريقة جعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام قال العلماء فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى منفردا كانت نافرة له صلى منفردا فدخل اثناني فصلى الفريضة مع النبي صلى وهذه أيضا مسألة ثانية اسمها اقتداء المفترض بالمتنفل اقتداء المفترض بالمتنفل وهذه في أصح أقوال أهل العلم أنها صحيحة وكذلك العكس اقتداء المتنفل بالمفترض فيجوز يا أخي الفاضل أخبره بأن هذا جائز ولله الحمد والمن طيب تفضل أخوي أحمد من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بالله عندي سؤال عن موضوع من تعدى الميقات في العمرة تجاوز الميقات تجاوز الميقات هي أمي جاءتني زيارة على السعودية لجدة بعد ما نزلت وأقامت عندي يومين ثلاث أحبت تروح عمرة فهل ما عليها دم عليها دم ما عليها أخوي أحمد هي أصرا جاية للعمرة والجاية زيارة لك هي النية زيارة أنا ابنها وبنفس الوقت بتاع عمرة لا في فرق ليش لأن الجواب يختلف باختلاف الحال فإذا هي مثلا جاءت أصرا تقول أنا زايرة أحمد إن يسر الله عز وجل لي عمرة وتيسرت الأمور اعتمرت إن ما تيسر أنا جاي ابتداء كذا هذه واحدة هذه تحرم من المكان أنت ويم هي جدة بجدة تحرم من جدة وتروح الحمد لله ولا عليها شيء أبدا إذا كانت والله لا هي جاءت أصرا للعمرة تقول جاي العمرة وأزور ابني أحمد يجب عليها أن لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام ولو أحرمت من عندك ودخلت الحمد لله عمرتها صحيحة لكن عليها دم اللي أنها تجاوزت الميقات تركت واجبا من واجبات العمرة إلا إذا رجعت من جديد إلى مثلا الرابغ راحت جهة رابغ وراحت من هناك وأحرمت أو أحرمت مثلا من المدينة أو جاءت مع عليها شيء لكن إذا أحرمت ودخلت وهي في جدة بهذه النية عمرتها الصحيحة والحمد لله لكن عليها دم بارك الله فيك فما أدري عد هذه تحددها الوالدة بارك الله فيها طيب شكرا شكرا أهلنا أخي أحمد أهلنا أخي أحمد فضل علي السلام عليكم السلام ورحمة الله بساك الله بخير بساك الله بالنور والعافية الله يحفظك يحفظ طريق أعمالك إن شاء الله وإياك ما يجورين ما يجورين إن شاء الله عندي استفسار بسيطة لأمرك سم وخصوص طلع الآن لما نصلي مثال صلاة الفجر وعندنا الصف طويل بأمرك في ناس التي ما تكمل هذه الصف من الطرفين تفتح سطر يدي أو في إذا أي سنة متخر مرات الصف يكتمل أبل واقف وحدي أتحب معي أحد أو لا أصلي أنتظر والصف مكتمل يعني الصف مكتمل الأول كامل أو الصف الأول والثاني أي فأي أنا في بداية التفاضل الوحدي في الوسط نعم شو هنا الحكم أبشر يا أخي علي أبشر بفصل لك إن شاء الله تفصيل كامل حول هذا الموضوع أول عمرك سؤال ثاني طال عمرك فيه الآن لما نقيم الصلاة زين في ناس يصلي في سنة وما توقف صلاة هنا الفرض بدأ ودخلنا وشوي ما نركعه بعده يكمل سنة هل هذا مسموح لي أم مش مسموح وهل يحبني أكلمه أنا أصحى أم هاي يعني سأعرف يقول لك لا أنا والله طريقة السيدة ما لك شغل فيه تعرف على هذا أدم لي حراجة صحيح أبشر يا علي أبشر الله يحبه مرحب مرحب تفضل محمد من اليمن الله وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك الشيخ أهلا وسهلا أشكرا على البرنامج الطيبة وإياك الله يحييك شيخ عندي سؤال واحد بس تفضل شو حكم اللي تفوت الفراث الجمعة تعمد مش تعمد نومة ينام ها اي نومة طيب يا محمد سؤال ثاني مشكور مشكور مرحب يا محمد طيب طيب بعد هذا الفاصل القصير ألتقيكم بإذن الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أحياكم الله من جديد الأخ متولي نشكر الأخ متولي على هذه الاختراحات التي تقدم بها بالنسبة لما يخص نعم بالنسبة للأخوة الصم نشكره الأخ متولي طبعا بالنسبة لقضية الصور الصغيرة هذه من الصعوبة جدا تكبيرة يا أخ الفاضل لكن نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وطبعا جميع القنوات جميع التلفزيونات فيها يعني هذا هو الحجم حجم القانوني للصور بالنسبة للإشارة متولي أيضا في السؤال الثاني يقول الملاحظ يقول بأنه يشتغل مع الصم يقول الملاحظ أن أغلب الصم وللأسف الشديد لا يحرصون على صلاة النافلة وإنما يصل الفريضة ويخرج ما العمل يا أخ متولي بارك الله فيك يا ليت الصم فقط المسألة أعم ويوجد كثير من الناس بعض الناس الآن سبحان الله العظيم إذا صلى الفريضة كأنه ملدوغ على طول أنت الفريضة يقف ثم يخرج في ناس معذورين في ناس عندها دوام في ناس عندها ارتباط عندها التزام في ناس وضع السيارة غلط يطرع يعدلها جاي مستعجل في ناس يريد ينقض الوضو يعيد الوضو فيه لكن الشخص اللي تستغربه ثم تجد بره المسجد يتحدث مع شخص آخر وواقف نصف ساعة أو ساعة أو خمسة واربعين دقيق يسوله بشكل طبيعي أو يجلس مثلا على المقهى أو شيء هنا الاستغراب على العموم يا أخي الفاضل الصم وغير الصم يوجهون يعلمون وهذه مسؤوليتك أنت يا أخي متولي والمسؤولية الأخي بعمر وكل من يعني دخل هذا الميدان وأنتم تؤجرون لأنكم في الحقيقة يعني عندكم من القدرة على إيصال المعلومة لهؤلاء الصم بشكل طيب وصدقوني يا إخواني بأن لكم الأجر العظيم كل شخص من هؤلاء يفهم عن طريقكم أحكام الدين والشعائر والأمور هذه كلها لكم في ميزان الحسنات بإذن الله جل وعلا مثل هذا العمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيء والدال على الخير كفاعله فأنتم بارك الله فيكم المسؤولية كبيرة الآن المنابر يعني الخطبة يتكلمون الحمد لله في الخير ويبينون يعلمون ألا إما يعلمون البرامج الدينية هذه الحمد لله تعلم إذن المسؤولية مسؤوليتكم أنتم أيضا بإيصال الفكرة نحن والله الحمد في هذا البرنامج كثير ما نذكر قضية صلاة النوافل نبينها ونوضحها ونشرحها ونبسط الأمر فيها والزميل أيضا أبو عمر وقبله أيضا الزميل أبو عبادة كل هؤلاء ما شاء الله عليهم يعني كانوا يوصلون المعلومة بشكل جميل وأنت يا أخ متولي إن شاء الله على هذا المنهج محمد من الأردن يسأل عن زراعة اللحية يقول أنا شخص لا تنبت لي لحية فهل يجوز لي أن أزرع اللحية يأخذون يقول شعر من جسمي ثم يزرعون الأخ محمد نعم ما في بأس الصواب أن كل من فقد عضوا أو شيئا يجوز له أن يرده إلى أصله فمسألة اللحية إذا الإنسان لم تنبت له لحية ويرى بأن يحتاج إلى اللحية أو أنه مثلا يرد في قضية الزواج لأنه ليس له لحية ما في بأس له زرعة لحية من شعر بدانه لا حرج عريفي ذلك والله تعالى أعلم أسامة بارك الله فيه يقول يعني أصلي يقول عندي مشكلة وهي أني أصلي من دون نية أنا طبعا استغربت كلام الأخ أسامة كيف يصلي من دون نية النية ما هي أسامة النية هي عزم القلب على فعل الشيء الآن ما من أحد يتجه إلى شيء إلا وهو ناويه ما في أبدا شيء اسمه ما في نية أنت ذهبت الآن تتوضى هذه النية النية أخي الفاضل من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان بارك الله فيك ولذلك يا أخي الفاضل يظهر أنت عندك مشكلة في التفريق بين النية وفي التفريق بين التكاسل والتهاون وعدم الرغبة ما في شيء ما في إنسان يتجه إلى شيء إلا وهو ناويه أنت الآن رايح للدوام أنت ناوي الذهاب إلى الدوام هذا النية ما يحتاج نويت وأن أذهب إلى الدوام ما في حاجة رايح للوضوء تتوضى أنت عليك جنابة لما تدخل تغتسل النية في القلب أنك تغتسل لرفع الحدث رايح لصلاة الظهر رايح من بيتك لصلاة الظهر أو رايح من مكتبك لصلاة الظهر في الدوام ماذا تريد هذه نية الصلاة في أخي الفاضل النية في القلب الترفض بها بدعة فيظهر والله تعالى أعلم أن قصدك بأنك أنت ليس عندك عندك كسل عندك عدم رغبة هذه تحتاج إلى أن تعالجها تسمى الفتور سمى الفتور أفضل علاج يا أخي الفاضل لمسألة الفتور ما أخبر عليه النبي ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة وقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا صلاة مودع هذا باختصار أنا أحاول أن أختصر لك المسألة بمعنى أن إذا أردت تنشط في العبادة فتذكر أنك لاق ربك عز وجل غدا تخيل أن غدا تلقى الله أسألك سؤال هل أنت يعني تعتقد بأنك من المخلدين في هذه الدنيا أنا أجزم بأن جوابك لا ما في أحد يخلد في هذه الدنيا ما في أحد نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام ومع ذلك لما جاءه ملك الموت يريد أن يخيره بين الخلود يعني طول العمر فقال وماذا بعد ذلك قال الموت قال إذن الآن إذن الآن فالمقصود يا أخي الفاضل يجب على المسلم دائما أن يستشعر هذه المعاني وأن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله وأن الله سائله وأن هذا الكسل لا ينفعه عند الله جل وعلا شيء فهنا يشعر بالرغبة وبالخير وبالنشاط العبادة والطاعة زد على ذلك أن هذه العبادات والله كلها خير هذه الصلاة بالذات صلة بين العبد وبين ربه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلا يعني أرحنا بالصلاة وبعدين يا أخي الفاضل يعني من العقل دعنا الآن نتكلم في العقل أن الإنسان يوازم بين الحقوق أنا أجزم بأنك تعطي حقوق الدنيا أكثر يعني الآن تجلس أمام التلفاز تجلس مع الأصحاب ساعات طويلة ساعات طويلة ولا تمل طيب الصلاة ما تكلفك شيء الصلاة ما تكلف يعني من وقت الإنسان إلا النزر اليسير لو جمعت الصلوات الخمس بسننها ورواتبها وحسبتها وقارنتها بالنسبة للليل اليوم والليلة والله لا شيء ما ينص يعني ما يذهب من وقتك إلا الشيء اليسير و هي خير لك هي خير لك في الدنيا و يوم القيام و مع ذلك تجد هذا التفريط و هذا التساهل فيا أخي الفاضل بارك الله فيك أعد حساباتك أعد النظر كرة بعد كرة حاسب نفسك قبل أن تحاسب زن أعمالك قبل أن توزن تعرض لأتفكر بيوم الحساب يوم العرض على الله عز وجل يقول تعالى يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية تذكري أخي الفاضل والله إن هذه العبادات و الطاعات ما تكلف العبد شيء و مع ذلك الشيطان يضع حجر عثرة في طريق المؤمن يحاول أن يضع سدود مفاوز عفوا عقبات يضعها في في طريق الإنسان حتى يعرقل سيره نحو هذه الطاعة و نحو هذه العبادة و هذا يستسلم له غير الخاشعين أما الخاشع أما المخبت أما المؤمن أما الذي يريد رضا الله فتجدها يسيرة عليه كما قال جل وعا و إنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الخاشع يسيرة بالعكس بل تتقطع نفوسهم حسرات حينما يكون هناك فاصل بين الصلوات يريدون الصلاة و يرغبون في الصلاة و تطير قلوبهم إلى الصلاة فيا أخي الفاضل بارك الله فيك الذي معك ليست قضية نية و إنما قضية عزيمة عزيمة بارك الله فيك احرص على الصلوات الخمس و اجتهد اختر لك أصحاب صالحين إذا رأيتهم ذكرت الله هؤلاء النفر تجد سبحان الله رغبة في الخير لما تعاشرهم و تجلس معهم و تصادقهم تجد رغبة في الخير في العلم و الصلاة و الطهارة و الطاعات عموما و ابتعاد عن المعاصي و المنكرات أحمد من السعودية بارك الله فيه أنا أجبته يا أخي أحمد مثل ما ذكرت لك بالنسبة للوالدة يقول جاءته الوالدة و تجاوزت الإحرام قلت لأحمد إذا كانت أصرا جاية للعمرة و بعدين تروح لابنها أحمد الله يعينها على الله يعينها على الدم لأنها تركت واجب من واجبات الإحرام أما إذا كان أصرا جاية تزور ابنها قصدا ثم تقول والله إن يسر الله عمره اعتمرت ما عليه شيء لو أحرمت من جد علي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي يعني أحيانا في صلاة الفجر الصف طويل طبعا يقول لكن للأسف بعض المأمومين ما يكمل الصف يجي و ينشأ صف جديد ما الحكم في مثل هذه الحالة و ما عملي أنا بالنسبة حينما أرى يعني هذا وهل يجوز أن أقف وحدي أولا يا أخي الفاضل بالنسبة لتسوية الصفوف و لتعديلها هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه و عليه وسلم و كان يقول سووا صفوفكم و كان عليه الصلاة والسلام ما يكبر حتى يطمئن أن الصفوف قد اكتملت و كان يقول أتم الصف الأول فالأول بمعنى أنه لا ينشأ صف ثاني إلا و قد اكتمل الصف الأول و ما يفعله الآن أغلب الناس و للأسف الشديد خاصة في المساجد الكبيرة اللي صفوفها طوية ينشؤون صف جديد و الصف الأول لم يكتمل هذا خطأ هذا خطأ لأنه مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام و بعض الناس يقول لك والله لا أنا على أساس أدرك الركعة يا أخي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا و لذلك لما تأتي حتى لو الإمام ركع واستعجلت شيء يسير مثلا تدرك طيب إن أدركت الحمد إن ما أدرك صلي في الصف الأول أهم شيء أن تصلي وتكمل الصف ولا تنشئ صفا جديدا لأنك أنت الآن تسببت في فعل مكروه فالصف الأول مكتمل فأنت الآن خلفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا العمر يبقى السؤال يا أخي الفاضل علي على الموضوع وقوفك خلف الصف هذه مسألة من المساء التي حولها خلاف شديد بين العلماء والسبب في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفذ خلف الصف و في لفظ لمنفرد خلف الصف ولذلك أخذ بعض العلماء على أن الصلاة المنفرد خلف الصف باطلة مطلقا من دون تفصيل قالوا سواء وجدت فرجة أو لم توجد وجد مكان للدخول أو لم يوجد فهي باطلة و أخذوا بظاهره هذا الحديث من العلماء من قال لا صلاة لفذ خلف الصف لمن تعمد أن يصلي لوحدي خلف الصف مع وجود مكان في الصف الذي أمامه و هذا قول جماهير أهل العلم و حملوا هنا النفي لا صلاة حملوا على نفي الكمال و ليس نفي الصحة قالوا نفي كمال و ليس نفي صحة فيا أخي الفاضل بالنسبة لمن جاء و الصف قد اكتمل يبذل هذه الخطوات أولا يحاول أن يبحث في فرجة في الصف إن وجد دخل و نص في هذا الصف إن لم يجد يقال له هل تعتقد بأن هناك من سيأتي فإذا قال نعم نقول انتظر حتى تأتي أنت و إياه و تقفون خلف الصف يعني بحيث تنشئون صفا جديدا و لا تكون منفردا إذا قال لا نقول صلي خلف الصف و تكون ممن اتقيت الله عز وجل حسب قدرتك و استطاعتك لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هناك قول يا أخي الفاضل ما يسمى بالاجترار كيف الاجترار قال بعض الفقهاء من جاء لوحده فإنه لا يصلي خلف الصف و إنما يجر من في الصف الأول حتى يكمل به حتى ينشئ به صفا جديدا و الصواب أن هذا العمل خطأ و ذلك للتالي أولا أن حديث الاجترار عند البيهق و غيره حديث ضعيف حديث الاجترار قال فليجتر حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة و السلام الأمر الثاني أن في هذا نهي شديد و هو قطع الصف و النبي عليه الصلاة و السلام قال من وصل صفا وصله الله و من قطع صفا قطعه الله الأمر الثالث أن في هذا الظلم لهذا الذي في الصف الأول فأنت نقلته من المكان الفاضل إلى المكان المفضول لأن الصف الأول أفضل من الثاني و الذي خلف الإمام أفضل من الذي بعيد عن الإمام أفضل من فأنت لما سحبته نقلته من مكان مفضول فاضل عفوا إلى مكان مفضول الأمر الآخر أن في هذا إرباك للمصلين فلما تسحب سيكون هناك فراغ و هذا الفراغ سيتسبب بحركة و بعض المصلين قد لا يتحرك وتبقى فرج في الصف ولذلك يا أخي الفاضل تصلي ولا تجتر بارك الله فيك علي يسأل يقول أحيانا لما تقام الصلاة أجد أناس يصلون السنة و يكملون حتى إن الإمام يكاد يركع و هم مع ذلك باقون في السنة ما الحكم أخي الفاضل هذه يقول بها بعض يعني أصحاب المذاهب الذين يذهبون إلى وجوب سنة الفجر خاصة الفجر ولذلك تجدهم يأتون بها بتأني و كذا و لا شك بأن هذا غلط لأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة و السلام القائل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة و لذلك إذا أقيمت الصلاة يجب طبعا أولا إذا أقيمت الصلاة يحرم على الداخل أن يصلي السنة و الصلاة قائمة هذا واحد ثانيا إذا أقيمت الصلاة وهناك من يصل السنة يجب عليه أن يقطع صلاته إذا كان في أول الصلاة لأن النبس قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب فلا صلاة قيل هنا نهي وقيل بأن هنا نفي يعني نفي صحة الصلاة التي يصلها أما إذا كانت الصلاة التي يصليها قد وصل إلى آخرها مثلا في التشهد فبعض العلماء الذين ينظرون إلى هذا الخلاف بين المذاهب يقولون يكمل ويوجز بسرعة ثم يدخل في الصلاة فيا أخي الفاضل انصر هؤلاء برفق وبلين وبلطف وبيّن لهم بأنهم واقعون في خطأ أنه لا يجوز لهم أن يستمروا في مثل هذا الأمر وبيّن لهم بأن الأئمة الذين يقولون أحيانا ويجتهدون لا يلزم أخذوا أقوالهم إذا صادمت قولا بل يحرم إذا كانوا قول النبي عليه الصلاة لأنهم علمون أنهم لا يجعلون أحدا في حل إذا أخذوا بأقوالهم التي تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام فهذه الكلمات لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبهم تفضل أخي أحمد أحمد فضل أحمد راح أحمد أول طيب تفضل أحمد أحمد محمد محمد من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الذي تفوته صلاة الجمعة أنا سألت ما السبب قال النوم النوم يا محمد بارك الله فيك صلاة الجمعة من أعظم الفرائض ولا يجوز للمسلم أن يتهاون بها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا هم من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على خطورة التساهل بترك الجمعة وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ترك ثلاثة جمع متهاونا طبع الله على قلب نعوذ بالله من ذلك ولأجل هذا لا يجوز للإنسان أن يتعذر بالنوم النائم مكلف النائم مكلف يجب عليه أن يستيقظ أو أن يجعل أحد يوقظه أو يضع المنبه أو الساعة ولا يجوز له أن يستمر في النوم ولا بد أن يسأل نفسه لماذا ينام عن الصلوات أكيد هناك سهر في الليل وأكيد هناك معاصي تجعله لا يقوم إلى هذه الصلوات فيفتش عن نفسه ولذلك يحرم يا أخي الفاضل وخطر عليه أن يستمر في ترك الجمعة طيب تفضل أحمد رجع أحمد سلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله مرحب أخوي مرحب الله يعطيك العسل شيخ على هذا البرنامج الطيب وياك شيخ ما عليك أمر عندي سؤال شيخ إذا مثلا أنا عندي مسكنين في الشارجة في وضبي وتعديت مسافة السفر فهل أكثر وأنا رايح في وضبي أم لا أكثر يعني في الطريق مثلا إذا وصلت وفي الطريق طيب يا أحمد شيخ شؤال ثاني طيب شيخ هل إذا أنا قصرت أعتبر من السنة يعني الأفضل أني أكثر أم لا أني أصل الصلاحة عادية أبشر يا أحمد جاك الله خير مرحبا حياك كم بغي طيب أحمد بارك الله فيه يقول عنده مسكنين مسكن في الشارق و مسكن في أبوظبي يقول إذا سافرت بين المدينتين أو الإمارتين مثلا هل أقصر أجمع نعم أنت مسافر يا أخي الفاضل المسافة بين الشارق و أبوظبي مسافة السفر ولذلك تقصر وتجمع وتفطر إذا كنت صائم إذا احتجت طبعا إلى ذلك وترخصت بهذا أما إذا وصلت هناك فينقطع القصر والجمع و ينقطع الترخص بلخص السفر لأن لك مسكنا في هذه المدينة بارك الله فيك فتنتبه لمثل هذا القضية لأن بعض الناس ستساهل إذا وصل يبدأ يقصر و يجمع لا بمجرد بلوغك أطراف الإمارة فإنك تمتنع عن القصر والجمع أما ما بينهما فتقصر و تجمع بارك الله فيك في الطريق بالنسبة للقصر يا أخي الفاضل سنة القصر طبعا رخصة ترخص الله بها على عباده و هي أفضل من الإتمام أفضل من الإتمام لأن النبي عليه الصلاة و السلام كل من وصف صلاته في السفر قالوا بأنه ما كان يتم أبدا و إنما كان يقصر في السفر عليه الصلاة و السلام فكان يصلي الرباعية مقصورة الظهر ركعتين و العصر ركعتين و العشاء ركعتين و أحيانا كان يجمع بين الصلوات فيا أخي الفاضل لا يكن في نفسك حرج في قضية القصر و هذه سنة و لله الحمد حتى لو كان المسافة مثلا بين بوظبي و الشارق أقصر بارك الله فيك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم و هذا هو هديه عليه الصلاة و السلام نعم خلصنا طيب طيب انتهت الأسئلة و انتهى وقت البرنامج أشكر الجميع ألتقيكم غدا بإذن الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ترجمة نانسي قنقر